السلام عليكم خوتي تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب بلا ما نسى وخوتنا اللي في الغربة قصرنا في حقك يا الرئيس قصرنا في حقك وهذا اعتراف منه اه كنت اه مسير ناجح على طول الخط بدليل بيان العار اللي درته ضد اللاعبين المقتربين قصرنا في حقك يا الرئيس اه ابعت اه ثلاثي ولا رباعي المنتخب الوطني الكوادر سليماني براهيمي غولا بن طالب قصرنا في حقك يا الرئيس ابعت ايضا محرز لننسى قصرنا في حقك يا الرئيس اه اجل جلبت لنا اه مدرب اه داهية اسمه الكاراز اه وخرضة في نفس الوقت قصرنا في حقك يا الرئيس اه جلبت لنا مدرب اسمه العبقاري ربح ماجر مدرب البلاطوات أو خريج معهد البلاطوات قصرنا في حقك يا الرئيس جلبتنا لمدرب الإسباني وفسخت العقد من طرف واحد وخسرنا قرابة 30 مليار قصرنا في حقك يا الرئيس خاصة فيما يخص التقرير المالي وما أدراك ما التقرير المالي الذي إن صوت عليه بالإجاب أو بنعم في التقرير المالي إذن لا نملك ذرة الوطنية ولا نملك ذرة النخوة الجزائرية وأننا حقيقة يعني لا نفقه شيئا في كرة القدم من يصوت نعم على هذا التقرير المالي أنا بالنسبة لي بين قوسين ليس جزائري بين قوسين ليس جزائري إذن قصرنا في حقك يا الرئيس أكثر من 576 مليون كباش هالريس القصرنا في حقك يا الرئيس قلتونا بلي القاضية فتاص وبعدها في التقرير المالي ذكرتونا بلي القاضية لقد هلتوها ودي لكن مذكرتوا إناش قيمة الحل الودي هنعرفوا بلي قيمة تعويذات قرابة 30 مليار يأسي الريس قصرنا في حقك الريس إنشاء شركة رأس مالها مليار بدون موافقة أعضاء السمعية العامة يا الرئيس بدون استشارتها قصرنا في حقك الريس فجور وعمال وموظفي الفاف بلغت 81 مليار 81 مليار يا الريس بينما في السابق نعطيك هذا المبلغ يا الريس كان العدد ما بين 9.2 إلى 9.5 مليار احسبوا زيادة بكم نسبة مئوية بكم 81 مليار معليش يا الريس قصرنا في حقك يا الريس قصرنا في حقك يا الريس مصاريف الالبسة وتم قلتونا بالاشتراك تعقدنا مع اديداس الام قلتونا تعقدنا مع اديداس الام يا الريس مصاريف الالبسة يا الريس للمنتخبات الوطنية بلغت 15 مليار و500 مليون كما قلت مع العلم اننا متعاقدين مع اديداس حسب كلامكم من الريس مصاريف القضاء والمحذر القضائي والمحميين 20 مليار سنتيم يعني اتحادية عشروعات هذه يا الريس الوثاق والاوراق وكذا وان بريميلي وان بريميلك بلغت 236 مليون خلال سنة واحدة فقط الريس اذا سنة 2020 يا الريس سنة بيضان عرف كورونا مكانش المنافسة الرياضية يا الريس بلغت فيها نسبة الميزانية انتاحها حوالي 210 مليار سنتيم الريس اذا هذه بعض الحوصلة من التقارير المالي البسيط قلت لي ارا هو مزال خير قدام مزال مزال حقينا بعض ديطاي باك للريس قصرنا في حقك يا الريس صدقني يا الريس قصرنا في حقك نحيت لي جوار البناصيون ودرت لهم قانون كاول اتحادية تهاجم ابناء بلدها قصرنا في حقك يا الريس قلت لك 576 مليون كباش الريس وراك مرايحين بيها يا الريس فهمت ذرك علاش دموع كانت زد شي غالية لانه حقيقة لو تكون اعضاء جمعية العامة عندهم ذرة كرامة ونخوة الوطن هذا ويحبوا البلاد هذه ويحسوا بمعاناة المواطن البسيط والزوالي اللي ما يخدم ويعرق وما يقدرش يصور خبسته ازمة سيولة في المؤسسة في كاتب الباريد بيعرفها العام والخاص ازمة عزيت ازمة كذا 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 576 مليون كباش 20 مليار محضر قضاء محضر قضائي والمحاميين ومصاريف القضاء والقضائية 31 مليار داع الكاراس 81 مليار اجور عمال من تاع الفار والزوالي مش يأكل سمحوا لي في الكلمة وحشاكم في الكلمة حشاكم يأكل من الزبلة الزوبيع كما يقول وخوتنا هذه قصرنا في حقك الرئيس صراحة قصرنا في حقك قلعت سليماني وقلعت بن طالب وقلعت ابراهيمي وقلعت غولام وقلت الناحية خمسة قلت الناحية خمسة ماكش ضاير في كلامك وبينا صينولي درت القانون قصرنا في حقك أدي داس قلتوا أدي داس الرئيس ملايير مماليارا راحت خمسة عشر مليار وخمسمية مليون ألبسها أدي داس الرئيس إذن ماذا عسنا أن نقول نهاية حقبة نهاية حقبة شهدنا فيها الفشل الآن النجني عملتنا والثمار تعتسير الهوية نجنو فيه قلتها سابقا نعودها كأس العالم على الأبواب والحكام شفتوا وش داروا وما زال يزيدوا زالت كأس العالم بتشوفوا الويلات خليك بتشوفوا اللقطة هذي والصورة هذي مقابلة السينيقال مع فريق هاوي منتخب جزيرة مش معروف هذا المنتخب منتخب مجهري بالنسبة لي كأخاسر هدف سفر زاد الحكم خمسة دقائق ما عدلتش السينيقال زاد من خمسة دقائق فوق الخمسة دقائق الأخرى صفر في دقيقة حوالي بيئة باش عدلت النتيجة السينيقال باش صفر ما نزيد كمش ما نزيد كمش هم الزال يزيد تشوفوا هذي الله فريق هلانا نجنو مقابلة أنت عزبيا ذي ثيمار جنيناها تسير الهوي في المكتب الفيديرالي وحنا ونديرو والكاف وأحمد أحمد وفاسد ومزور وكذا وكذا إذن أنا نجنو في الثيمار ثيمار تعنار أنا نجنو فيها إذن لا ننوم إلا أنفسنا لا ننوم إلا أنفسنا إذن كلامي بواجه الأعضاء الجمعية العامة أعضاء الجمعية العامة التقرير المالي أمامك من يصوت بهذا التقرير بالإيجاب يعني بالنعم أنا بالنسبة لي هذا مشكوك في أمره صراحة مشكوك في أمره لا يا ما يقتلشي واحد يصوت عاقل واحد إنسان عاقل ملايير ملايير ميتين و وعشرة مليار ميتين وعشرة مليار في عام ورانا رايحين بيها ورانا رايحين بيها ويدرانا رايحين ويدرانا رايحين بيها شعب روما قلش وش يأكل يا ناس خافه وربي شعب لقلش وش يأكل ميتين وعشرة مليار وراكم رايحين وراكم رايحين ما كانش ما كانش واحد يحسبك ما كانش هذا أجمعت بنيويوي بنيويوي بالصحي 210 مليار 210 مليار في عامه وراكم رايحين مشي هذا بطل إفريقيا 210 مليار هاو مش بيكم قصرنا في حقك الرئيس قصرنا في حقك صراحة أنت تسهل أكثر من هك حقيقة 210 مليار أتب معنا الكلمة و 576 مليون كباش المهمة مركز سيديموسا ولا فيه المولى وما تروح تلقى كبش للأسف هذا هو التسير الهوي نتمنى أول خير الكرة جزائرية نهاية حقبة نهاية حقبة أعليمة بالنسبة لي ضرت الكرة جزائرية أكثر من نفعتها بشواتع بالماضي يعرفها العام الخاص ما يقدر يوحد يقنعني يقول لي قالوا فلان وقالوا هاو بتفاهمين بيها متفاهم على رواح ما أنا نظرك على أنا نظر مع الأساس الصح ما صح ما صح ما صح لا صحيح شوى بارديفو شوى بارديفو حقيقة واضحة وضوح الشمس جبنا الكوبدافريك بقانون البهاماس جبنا الكوبدافريك بيبل ماضي اللي يعرف يخرج المنتخب وينقضوا من الأزمة اللي كان فيها جبنا الكوبدافريك باللاعبين بالروح من المجموعة واللاعبين اللي ضحاوا الأجل المنتخب الوطني وأجل إسعاد الجماهير الجزائرية وما ننسوش الجماهير الجزائرية اللي رحت القاهرة واللي عملت المستحيل باش تدعم المنتخب الوطني وتعد وتكون دافع للمنتخب الوطني اللي ما ننكره هاش اللاعبين جابه بقانون البهاماس أيضا ما ننسوه هاش إذن ملتقى أنا مع مزمين الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته